اشتركوا في القناة 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 سلام علي أنا ببهك أن الحصانة انتهت مع البرائم الماضي والبرائم القادم تنجبه نفسك لا تكون أحد المغادرين في آخر برائم وارجع مكانك ارجع مكانك سلام زلنا ورده واجه ارجع مكانك الأمر الأخير والأمر الثالث الكل المتسابق هنا مثل ما قلت دائم الكل المتطاول سيردع وكل المعاقب سيخالف أول شيء قيمة الخروج من القرية بما أنه في الأيوم الأخيرة ارتفعت من 2000 ريال رصيدي إلى 4000 ريال رصيدي سواء لليوم أو جزء من اليوم كذلك الجوال كانت الدقيقة بمئتين واصبحت الآن ب400 وأذكركم أني لن أتهاون مع أي مخالف وبالنسبة للمنطقة المحظورة نبهنا ومحد فهى قدرنا ومحد استحى فلذلك معلق على كل باب أن هذه منطقة محظورة وأي عين تكشف أي متسابق داخل هذه المنطقة المحظورة سيتم خصي 2000 ريال رصيدي في كل مرة ولن يتم تحذيره أو تنبيه عندي مداخرة يا صاحب الغرار وبالنسبة ارجع مكانك يا بخير وبالنسبة لأي متسابق يطلب الخطاب من مختار هذا المخالف تلك 5000 ريال رصيدي عندك إعداد وعندك مكتب تقدر تتفضل ونحل مشكلتك عندي مداخرة يا صاحب تقدم فأطلع يا بخير تشتقي أنا أطالع عمرك لي سبوع أطالب أني أروح بوظبي وأسلم على أمي اللي لي ثمانة شهور ما شفتها ورد من رحلة علاج وأنا لحين أطالبك يا صاحب الغرار إذا صاحب الغرار تخلي أني أروح بوظبي بخير حنا في آخر الأيام في آخر الأيام أنا أمي لازم أشوفها أطلع برصيدي أطلع برصيدي لا لا بطلع لا لا بطلع للمينة شكيا والله أصبح لا رجع أنا أصبح الغرار بالخروج يا رجع الكل يصمت أرجع أجع مكانك أنا بروح إلى المغرية له ثمانة أسابيع ناسينا ولا ذكرم لكن أنا بروح يتم السماح لبخيته بالحليبة؟ بالفروض؟ لبيش يا بنتم بخوت والله هني عندش إن شاء الله بإذن الله برصيبه لا لا يفوي لا والله هنروح والله هنروح خلاص هم يفديها بحالي ومالي وش عادة نخيط غريب فرائب فدع وديا وظلمك أنت نقاش يا صاحب تعاطف معنا شوية يا خالد الشمراني يا محمد الفيري بتتكلم مرة ثانية رأخصم علي 500 ريال لا لا خلاص والله ما داقول حرف خاصم 500 ريال وصيدي على محمد قلت والله ما داقول حرف خالد الشمراني مرحب عبد الله جعيداني مرحب 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 ما حصل يا خالد من المسابطة؟ ما حصل حصل خلاف بيني وبين عبد الله أربح صوتك أقول حصل خلاف بيني وبين عبد الله وأنا المقصدي في البداية قلت لأحدي لأنه مقال ميدنا خاد حامد يصير قايد المجموعة قلت لصالح الشباب اللي معي عبد الله خماش قلت بدون قايد مسابقة ما قرعة بيننا ولا مسابقة كده بدون قايد قالوا على الدرجة عيداني كل تنام بدون قايد كلهم قايد على نفسهم كلهم نضرس وحن جاي مسابقة الكلمة دي وطلعوا وسلم نسمحها من يوم ما دخلنا بالرنامج جاءنا قايد دنا قايد وكلام ذا ما يسمى يا خالد بشكل ودي ماذا؟ يقدر تحل الأمر هذا بشكل ودي وما يتصاعد الأمر حلنا من أول من ثالث المسابقة حلنا أسلوبك؟ أسلوبك يا خالد؟ أسلوبك يا خالد؟ ما يقبل عليه شاشا ويمتدري عن الأخبار الإمكانية اللي حصلت خلف الكوانيس واضطرينا نقطع البث الموضوع ما هكذا تورد الأبل يا خالد؟ لا تتكلم كيف ما تورد الأبل؟ خصم 500 ريال رصيدي على خالد قل الله إلى الله ما شعر؟ ارجع مكانك يا خالد الموضوع بعد ما طلع المسابقة أنت خالد؟ أنت بين وبين خالد؟ خالد ارجع مكانك عبدالله جعيداني نبيه رشحك المقدم؟ ليش رشحك؟ والله ما أعلم أنه أنا قلت رشحك خالد حامد؟ نعم لحسن سلوكك الحمد لله لكن الشكل اللي ظهرت فيه يصفنك بالقيادة واتبع أنك سيء تماما بالقيادة لماذا جعني مبكك؟ ولا تدرك بالقيادة مثقال ذروه لماذا؟ لماذا؟ حاولت أني حسن نحن أنك تتكلم؟ آسف سنتقول لماذا؟ آسف طرح أمك آسف طرح أمك ماذا؟ أنك تهطل قيادة بدخوليتك بخالد؟ هذا خلط أنك تحاول تستعطف؟ هذا خلط قلتم استعطاف عندي هنا ما له أي غضور ممكن أن تتكلم؟ طيب قبشر ما تتكلم يا عبدالله ماذا؟ ماذا؟ إنها تستعطف تُتخذ أساليب ملتوية تتكلم مهمين من إسار هذا ما يمشي هنا لذلك تحرم من قيادة الفريق إلى نهاية البرنامج وأخصم 1500 ريال رصيدي على عبد الله الجعيداني أجع مكانك أنا بقول كلمة لا تتكلم محمد الدوسري محمد الدوسري السلام رفعوني صوت محمد هل تشوف أنك مستحق للكرد نعم مستحق وأنت غايب عن القرية غايب متعب هل تتوقع أن الكرد عشان أداءك فبراير نعم وهل تتوقع أن الكرد حالة بيحميك مني محمي الله سبحانك إلا قلال أن تعرف المخالفات اللي سويتها وتعرف المخالفات اللي سويتها وتعرف كل صغيرة وكبيرة مرت فيك على أسبوع الحام وتعرف التقدير اللي يتخذ منك وتعرف كلمة الرجال اللي عطيتني إياها صح ولا لا التقدير داخريني وفي الأخير تضرب بجميع الأنظمة عرض الحائط لذلك تسحب بطاقة الحصانة من محمد الدوسري ولا حض يتكلم يا شباب تسحب بطاقة الحصانة من محمد الدوسري وتترحل البايم نعم نعم يرجع تعود مني انتهى النقاش فيدلي صوته فيدلي صوته فيدلي كل الصوت المتبقي ثم انتهى محمد نعم بصف السهل لا چعلم نعم علي كل شيء يبالعي محمد وكل شيء يسجلني هل تقول أم لا؟ حلمني أنت قلتني حملتني وحملني انتقين كل ما يقضاعتني أو السادة جاءت وعمر قلتني دي خاصة أنت هنقاش في أي أصوات رجع مكانك يدرنا ما فيه الكفاية تعاملنا معاملة الرجال لرجال أربية لا تكبع الكم بس هذي هوين لكن الأمر اللي وصلتون تجاوز الهدوط مذنبا قلتني كل مصانب سيورة وكل متطاول سيورد ترجمة نانسي قنقر 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 عبد الله جيداني هل تشير باساً؟ ولكلمة اللي قلتها قبل شوي اللي هي قلت أبكيك ولا جعني مبكيك؟ المن هيا أنا لا والله ما أقلت أبكيك ولو قلت أبكيك لأقول هكاش لكن قلت جعني مبكيك في البداية قصدك أما أقبل قرارات ولا يعقل لأ قلت أبكيك مش هيتو ولا أني إبراضي لأني مظلوم ولا أدعي المظلومية ولا أدعي الاستعطاف أنا رجل طال عمرك صار بيني وبين زملي كلام وجيت ولا أهديت خادر عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بأوضح كلمتي يا عبد الله كلمتي بأقول إذا سمحت لك تتكلم تتكلم سمحت لي أنا أنت إذا سمحت لك تتكلم أنا أسألتك قلت كده ولا ما قلت كده ما سمحت لك تتكلم ما سمحت لك تتكلم لأنك أنت قلت كلام لا ما سمحت لك تتكلم طيب بس أنت قلت عساني ما سمحت لك تتكلم يا عبد الله طيب أنا راح أراجع خوالي زمياتي في كلمة كابل قبل جوي وراح أتخذ القرار المناسب وإذا طلعت كلمة سوية أنا باتكلم عدل الله سمحتك في تتكلم طيب اسمح لي أنا باتكلم لا ما اسمح لك يا رجال أباتكلم ما اسمح لي في تتكلم خاني بأعلمك طيب يا رجال أرجع مكانك يا رجال أرجع مكانك صالح مش عندك يا صالح تسمح لي بمداخلة فضل الله نجيز أطرك يحن كلنا واحد الله الذي لا إله الله إنقراراتك من عندك لا أقدر أغيرها ولا أقدر أدخل عليها لكن أنا بطلق باسمي أنا يا صالح إذا في مجال حاجة وحدة باسمنا كلنا رفع صوتك يا صالح ما أنا قادر أسمع صالح الحبيب أنتوا السامعين وإخواني نحن كلنا واحد والخطأ ما الله حبه ويا زين الخطأ لقال الرجال أخطيت لكن محمد الممساعد ردته ظروف غصبا عليه من الحضور في وقت المطروب واحد أما الأمر الثاني فالكرت صالح صالح اسمعني نفدوج صالح قلن نخلصه وقبأ عظم ثواني صالح عزينا جيتك مامر صالح جيتك مامر نفداج اسمعني اسمعني لبي هل محمد الدوسر يفورف كنت تكتلم عنه اسمعني هل تدري بظلوف الناس اي والله اش دراك أنا بعلمك محمد بن مساعد يومجا هل تتجاوز على أخوات اسمياتي لا 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 يا محمد بن مساعد يومجا علمني بالعلوم كله صالح قبل تكمل كلامك ها أعطيك فرصة نفداج فيظة الله ما تشك اعرف تمام المعرفة إن كل متسابط في هذه القرية لن نظلم في أي قرار واحد لن نظلم في أي قرار ولكن كل قرار متخذ هو أخف عقوبة نتخذها طيب 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 أنا ولذلك الخطأ اللي سواه محمد كبير ها أصدقنا كلمة تركار أصدقنا لكن ما زي محترف تتكلم يا محمد أصدقنا أصدقنا بولوا معانا ألا نغم